موسيقى عشرات الطرق عدد ضرب ما هو الهدف من ضرب الطفل؟ هل بغرض التأديب؟ قبل أن نناقش الضرب دعونا نناقش مفهوم التأديب أولا فالتأديب هو تعليم الطفل الأدب والأدب كما نعرفه من ثقافتنا هو مجموعة من السلوكيات المقبولة والتي تعتمد في قبولها من عدمه على معايير متعددة منها السن والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والثقافي وما هو مقبول في بيئة ما وما هو غير مقبول ولكن التأديب لا يعني العقاب فقط بل هو مجموعة من الاستراتيجيات التي يجب أن نعتمد عليها حتى يعرف ويتعلم أولادنا السلوكيات الصحيحة والأهم في ذلك بالنسبة لي هو النتيجة طويلة المدى فعادة ما ينظر الآباء والأمهات للنتيجة قصيرة المدى لكن دورنا كآباء وأمهات هو توجيه أطفالنا وإرشادهم وتعليمهم كيف يتصرفون في المواقف المختلفة اليوم وغدا وبعد أن ينضموا لعالم الكبار كرجال ونساء مسؤولين عن حياتهم ومستقبلهم ومؤخرا كنت في نقاش مع إحدى صديقاتي وطلبت منها أن تتخيل ابنتها في العشرين من العمر ما هي الصفات التي تريد أن تتحلى بها الإبنة من الصفات التي ذكرتها صديقتي أن تكون ابنتها شابة محترمة تستطيع تسير حياتها ناجحة مهنيا وكريمة في تعاملها مع أمها وأبيها وهذه هي البداية أن نحدد ما الذي نتمنى أن يكبر عليه أطفالنا ونستخدم الأساليب التي ستعلمهم هذه الصفات فمثلا هل سيعلمه الصراخ والصوت العالي احترام ذاته أو احترام الآخرين؟ هل سيعلمه الضرب الرحمة والعطف؟ هل ستعلمه الإهانة أن يكون لديه هدف وثقة في قدراته الذاتية لتحقيق النجاح؟ هل إعفائه من عمل واجباته وتنظيف غرفته سيعلمه احترام مسؤولياته وتقدير قيمة العمل؟ لا أظن كذلك يجب أن نفكر هل الصراخ فيهم كي يكفوا عن عمل ما سيمنعهم من عدم تكرار الخطأ أو هذا العمل في عدم وجودنا؟ فالصراخ والضرب يعداني حلولا قصيرة المدى ولا تصلح إلا في وجود أحد الكبار الذين لهم القدرة على إرهاب الطفل أما إن اعتمدنا على تعليم الطفل معاير تقييم الصواب من الخطأ فسيكون لدى الطفل بصلة داخلية ذاتية تدله إلى الاتجاه الصحيح وتهديه للتصرف السليم الهدف من التأديب هو أن يتعلم ابننا أو ابنتنا ما هو خطأ فيتجنباه وما هو صواب ومفيد فيستمران في عمله ومن هذه الوسائل أن نعلم أطفالنا كيف يقيمون العواقب المترتبة على عمل أو سلوك ما لأننا لو اعتمدنا على العقوبة بدون شرح حيثيات تقييم فعل ما ستتحول علاقتنا مع أطفالنا إلى حرب على السلطة والقوة ومن يعلو صوته فوق الآخر يكسب المعركة أو من يقهر الآخر يفوز بما يريد وأذكر هنا صديقة من صديقاتي التي حدثتني يوما عن أبيها وأنه لم يرفع يده على أولاده وبناته قط وكان دائما ما ينصح الآباء الآخرين أن لا يضيب أطفالهم لأن الضرب يمرر من جيل لجيل كموروث بذيء أو لعنة وكان والد صديقتي يؤمن أن ما لا يحله الكلام لا ينفعه الضرب من السهل إساءة تفسير نوبات غضب أطفالنا على أنها صراع على السلطة في البيت ومن له تمام السيطرة على الأوضاع في المنزل وذلك الفكر قد يشعرنا بالطغيان في بعض المواقف وبالعجز في مواقف أخرى ورغم أن الأمر قد يبدو صراعا على السلطة في بعض الأحيان لكن يجب أن لا نعمم ذلك فإذا بدأنا بالتعامل مع تصرفات الطفل على أنها وقاحة وإساءة أدب فسنرد بالغضب والقوة ولذلك أحب دائما أن أبدأ تعاملي مع طفلي من منطلق الجهل جهله بمعايير التصرف الحسن وجهله بتأثير ونتائج تصرفاته وهنا لم أجد أعم أو أشمل من شرح العالم النفسي تيموثي دي ويلسون في كتابه الرائع إعادة التوجيه العلم الجديد المدهش للتغيير النفسي إن الأطفال الذين تعرضوا للضرب أو الصفع لا يجيدون ما يسميه علماء النفس الاستيعاب الأخلاقي وبدلا من أن يتعلم الطفل أنه لا ينبغي علي أن أضرب أختي الصغيرة لأن هذا خطأ تعلم أنه يجب أن لا أضرب أختي الصغيرة لأن أمي ستصفعني إذا فعلت وبالنسبة لي هذا يعني أن الطفل لن يضرب أخته الصغيرة عندما تكون والدة موجودة ولكن ماذا يحدث عندما تكون خارج الغرفة؟ لذا فإن الطفل الذي يحسن التصرف فقط لتجنب غضب الأم أصبح حرا الآن في إيذاء شقيقته في عدم وجود الأم علاوة على ذلك علمته والدته أن العنف طريقة مقبولة لمحاولة السيطرة على سلوك شخص آخر فلماذا لا ينبغي له أن يفعل ذلك أيضا؟ ولقد أظهرت الدراسات أن الأطفال مقلدون ممتازون للأساليب التي يستخدمها الآخرون للحصول على ما يريدون بما في ذلك العدوان وباختصار يركز الكثير من الآباء الذين يستخدمون العقاب البدني بشكل كبير على السيطرة على سلوك أطفالهم والقليل جدا على ما يفعلونه هم في نهاية المطاف ونريد من أطفالنا أن يستوعبوا القيم والمواقف المناسبة بدلا من الانصياع لتفادي التعرض للضرب والعقاب إن مهمتنا الأساسية كوالدين أن نعلم أطفالنا كيف يتصرفون وقد أكدت من قبلك وقد أكدت من قبل ذلك وأؤكدها مرة أخرى أن هذا عبء ثقيل ومهمة صعبة وهذا التعليم والتأديب يستغرق وقتا ويحتاج جهدا كي نعلم أطفالنا أن يضبطوا انفعالاتهم ويتصرفون بطريقة مقبولة حتى لا ينبذهم الآخرون وفيما يلي بعض النصائح من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي عثرت عليها حول أفضل الطرق لمساعدة أطفالنا على تعلم السلوكيات المقبولة 1- تحدث مع الطفل عن استواب والخطأ باستخدام كلمات وأفعال هادئة مناسبة لعمره وقدراته الاستيعابية كما يجب علينا أن نكون نموذجا يحتذا به لأطفالنا في السلوكيات التي نود أن نراها في أطفالنا 2- ضع حدودا للأطفال يجب أن يكون لديك قواعد واضحة ومتسقة يمكن لأطفالك اتباعها وأن نشرح هذه القواعد لأطفالنا بعبارات مناسبة لأعمارهم 3- حدد عواقب لعدم اتباع الطفل لقواعد التعامل التي وضعتها واشرح له بهدوء وحزن النتائج المترتب على تجاهل هذه القواعد مثلا إذا لم يرتب الطفل ألعابه فسيتعرض للحرمان من اللعب بألعابه بقية اليوم وعندما نوضح للطفل عواقب عدم الامتثال للقواعد يجب أن نتابع الأمر دون توان أو تهاون 4- اسمع لطفلك كثيرا ما ينفذ صبرنا ونحن نتابع أطفالنا وهم يتحدثون ونود إكمال الكلام لهم وهذا من الأخطاء التي نقع فيها كآباء وأمهات فالاستماع إليهم سيعطيهم لمحة عن أسباب وأنماط سوء السلوك فنستطيع التعامل مع الأمر من أساسه 5- أعر طفلك كامل اهتمامك الأسلوب الأقوى للتأديب الفعال هو الانتباه الذي يمكننا من تعزيز السلوكيات الجيدة وتصبيت الغير جيدة وتذكر أن جميع الأطفال يريدون اهتمام والديهم 6- لاحظ الأطفال وهم يتصرفون تصرفات جيدة ومرغوبة وأثني عليهم فكما يحتاج الأطفال إلى معرفة متى يفعلون شيئا سيئا يحتاجون أيضا إلى أن يعرفوا متى يفعلون شيئا جيدا لذا عليك أن تلاحظ السلوك الجيد وتشير إليه مشيدا بالنجاح والمحاولات الجيدة وكن محددا على سبيل المثال قل واو لقد قمت بعمل جيد في إبعاد تلك اللعبة 7- اعرف متى يجب عليك أن لا تتدخل طالما أن طفلك لا يفعل شيئا خطيرا ويحظى بالكثير من الاهتمام عندما يسلك سلوكا جيدا فقد يكون تجاهل السلوك السيء وسيلة فعالة لإيقافه في بعض الأحيان ويمكن أن يؤدي تجاهل السلوك السيء إلى تعليم الأطفال العواقب الطبيعية لأفعالهم فعلى سبيل المثال إذا رميت أو كسرت لعبتك فلن تكون قادرا على اللعب بها ولن أشتري لك بدلا منها 8- كن مستعدا للمشاكل وخطط للمواقف المستقبلية التي قد يسيء طفلك التصرف فيها وقم بإعداد بعض السيناريوهات وكيف يمكنك أن تتصرف 9- أعد توجيه السلوك السيء فأحيانا يتصرف الأطفال بشكل سيء لأنهم يشعرون بالملل أو لأنهم لا يعرفون أفضل من ذلك وفي هذه الحالات علينا التفكير في شيء آخر يمكن لطفلك القيام به 10- أعطه مهلة 10- يمكن أن تكون المهلة مفيدة بشكل خاص عند كسر قاعدة محددة 11- وتعمل الهدنة بشكل أفضل بتحذير الأطفال من أنهم سيحصلون على مهلة عقابية 11- أو ما يسمى time out أو تزنيب أو عزلة 12- فإذا لم يتوقفوا عليك بتذكيرهم بما ارتكبوه من أخطاء في بضع كلمات 13- وبأقل قدر ممكن من المشاعر 14- وأخذهم بعيدا في ركن بعيد أو تخصيص كرسي كما كنت أفعل أنا مع ابني 14- عندما خصصت لهما كرسيا وأسميته كرسي العقاب 15- وينصح بفترة تذنيب مقدارها دقيقة واحدة لكل سنة من عمر الطفل 16- فالطفل الذي عمره ثلاث سنوات عليه أن يمكث في العزلة ثلاث دقائق 16- وأن يحرم من اللعب 17- وكنت أستخدم منبه لتحديد الوقت 17- وكان يجب على ابني أن يعتذر عن تصرفه السيء 18- وهذه الاستراتيجية التي يمكن أن تساعد الطفل 18- على تعلم وممارسة مهارات الإدارة الذاتية 19- تعمل أيضا بشكل جيد مع الأطفال الأكبر سنا والمراهقين 19- ولا يمكن لأطفالنا في نوبات الغضب الاستماع لما نقوله 20- والتفكير فيه بعقلانية 20- ولذلك لم أكن أحاول التفاوض مع ابني إلا بعد أن يهدأ 21- وكنت أحفزه على الهدوء بالوشوشة 21- وبخفض صوتي 22- وهذه الاستراتيجية طالما نجحت معي 22- فقد كنت أخفض صوتي جدا 23- فلا يستطيع سماع ما أقول إلا إذا هدئ 24- وكنت عادة أشيح بوجهي عنهم أثناء موجات الغضب تلك 25- لأن من أسبابها الرئيسية جذب الانتباه 26- وطالما كنت واضحة معهما 27- لن تحصل على اهتمامي بإساءة الأدب 28- فعليكما الهدوء أولا 29- وستحصلون على كل اهتمامي 29- وكما يوضح دكتور هارفي كارب 30- في كتابه اللطيف 30- أسعى الطفل في الحي 30- كيفية التخلص من نوبات الغضب 31- وتربية الطفل صبور ومتعاون من سن عام إلى أربعة أعوام 31- يوضح دكتور كارب 31- أن ضرب الأطفال 32- يعلمهم أنه لا بأس أن يضرب الكبير الصغير 32- وأنه لا بأس من التنفيس عن الغضب بالعنف 33- ويتساءل هارفي 34- هل هذا حقا ما تريد أن يتعلمه طفلك؟ 35- وما معنى الشعور بضرب الأطفال لمعاقبتهم على ضربهم للأطفال الآخرين؟ 35- ويقول كارب 36- نحن لا نعلم الأطفال عدم البسق من خلال البسق عليهم 36- أليس كذلك؟ 37- وأخيرا أود أن أؤكد 37- أن الإيذاء الجسدي للطفل يزعزع شعوره تجاهنا بالحب والثقة فينا ككبار 38- والإيذاء اللفظي كذلك 38- متمثلا في السخرية أو الإهانة 39- يشعره بمشاعر سيئة من الألم والغضب والكراهية والرغبة في الثار 39- التعامل مع الأطفال الكسالة وغير المبالين 40- أنا لا أعلم عن تجربتك مع أطفالك 41- لكن تجربتي مع ولدايا لم تكن سهلة طوال الوقت 41- خاصة فيما يتعلق بتكليفهم بالمسؤوليات والمهام والأعمال المنزلية 42- ومع إيماني العميق بأهمية تحميل أولادنا وبناتنا المسؤوليات منذ الصغر 43- إلا أن مهمة دفعهم لأداء هذه المسؤوليات ليس بالأمر الهيين 43- إن تكليف أطفالنا بالمسؤوليات يعلمهم بعض المهارات الحياتية 44- كما أننا نتلقى بعض المساعدة الإضافية في أعباء حياتنا الكثيرة 45- وبذلك يمكننا الحفاظ على منزلنا نظيفا ومرتبا 46- ولذلك أردت أن يقوم ولداي ببعض الأعمال المنزلية 47- رغم المفاهيم الخاطئة التي تربينا عليها 48- والتي أهمها أن الأعمال المنزلية للبنات والنساء فقط 49- ويكبر أولادنا الذكور كأفراد كسولة قدرة 49- لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم ويستحلون تعب الآخرين 49- منذ عمر الخامسة والثالثة تحمل طفلايا مسؤوليات محددة 50- وكان عليهم اتباع روتين يومي يشمل أنشطة متعددة للحفاظ على نظافة هما الشخصية 51- ونظافة وترتيب غرفة هما ونظافة وترتيب منزلنا 52- كما شمل روتينهما اليومي مسؤولياتهما كتلمي ذيني إلى جانب الأنشطة الترفيهية والرياضية 53- وعمل نظام لإدارة المنزل أمر في غاية الأهمية 53- ولا تقع مسؤوليته على الأم فقط 54- بل على الأب أن يمد يد العون أيضا 54- وقد وضعنا معا جدولا للأعباء اليومية والأسبوعية التي تعاوننا فيها نحن الأربعة 55- وأعرف كثيرا من الأسر تعاني فيها الأم والأب مع أطفالهما في كثير من الأحيان 55- فالأطفال لا يمدون يد العون ودائما في حالة كسل ويستخدمون الأشياء ولا يعيدونها إلى أماكنها المخصصة 56- بل ويمتد كسلهم وعدم مبالاتهم لواجباتهم المدرسية 57- وفي هذا الموضع من الكتاب سأركز على الأطفال حتى سن العاشرة 58- أما الأكبر سنا فسأناقشهم في كتاب آخر إن شاء الله 58- والسبب في هذا الفصل هو أن أبناءنا في مراحل عمرية مختلفة 59- ولذلك لن تصلح نصيحة وطريقة تصلح للتعامل مع مرحلة عمرية معينة 60- فنتعامل بها مع مرحلة عمرية أخرى 61- وكلامي هنا كما ذكرت من قبل يغسل الأطفال حتى سن العشر سنوات 61- وهو يتضمن الاستراتيجيات والأساليب العامة غير المحددة لجنس معين 62- أي تصلح للتعامل مع أولادنا وبناتنا 63- ومن واقع تجربتي كأم فقد نجحت مع ولدي في تأصيل شعورهم بالمسئولية وتحملها 64- وأن يحارب إحساسهما بالكسل واللا مبالاة 65- وكانت تجربتي معهما ناجحة والحمد لله 67- والأمر يعتمد على استراتيجيتين أساسيتين 67- يتم تطبيقهما بالتزامن مع بعضهما البعض 68- الاستراتيجية الأولى هي اللعب 69- وقد ذكرت من قبل المقولة التي أعجبتني كثيرا 69- لاعبهم سبعا وأدبهم سبعا وصاحبهم سبعا 69- وهذه المقولة تعجبني للغاية لأنها استراتيجية طويلة المدى 69- وعلى الرغم من قدم هذه المقولة وعدم تأكدنا من قائلها الأصلي 69- إلا أنها تضع لنا خطة محكمة لنتعامل مع أبنائنا في المراحل العمرية المختلفة 69- والبداية هي اللعب 70- أي أننا في أول مراحل تربية أطفالنا نعتمد اللعب منهاج حياة 70- ورغم أن المقولة تشير إلى السنوات السبع الأولى 70- فقد رأيت أنه من الصحة أن مدة هذه المرحلة حتى العاشرة من العمر 71- مستهدية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 71- أن نعلم أطفالنا الصلاة في سن سبع سنوات ونعاقبهم على تركها في سن العاشرة 72- فنصيحتي هنا هو أن نحول كل المهام والمسؤوليات التي نرغب في أن يتحملها أطفالنا إلى لعب ومرح 72- وعندما نحول تعاملنا معهم لألعاب فسيتجاوبون معنا 73- أذكر عندما كان ولداي طفلين صغيرين كنا نمتلك عددا كبيرا من الألعاب 74- وكان دائما ما يلقي ولدان الألعاب كلها على الأرض 75- وكنت كلما أردت أن أجعلهما يعيد الألعاب لصناديقها وسلالها 76- بدأت لعبة وسباقا بين الاثنين 76- وكنا نلعب هذه اللعبة أربع أو خمس مرات كل يوم 77- وكنت أضبط ميقاتي وأعطي لكل منهما سلة 77- ونقيم سباقا لمن سيجمع أكبر عدد من الألعاب في وقت محدد 78- وأحيانا كنت أستخدم أغنية بدلا من المنبه 79- ومع قضاء وقتا مرحا كان الولدان يجمعان ألعابهما كما خططت 79- وفي نفس الوقت مرحنا معا وتعلمنا العد وغنينا سويا 79- وبنفس النهجي كنت أحول كل نشاط إلى لعبة 80- ارتداء الملابس 80- خلع الملابس 81- تجميع الملابس المتسخة في سلة الغسيل 82- غسل الأسنان 82- ترتيب الألعاب 83- كل المهام تصبح ألعابا 84- بدون ضرب أو صراخ أو إجبار 85- وعندما قررت أنه آن الأوان كي يتعلم ترتيب سريرهما 85- حولت الأمر للعبة وعقدت سباقا بين الولدين 86- من سيرتب سريره أسرع من الثاني 87- وأثناء ذلك كنت أعلمهم كيف يرتبون الملاءات والأغطية 87- ويضربون الوسادة بالبوكس لترد التراب العالق بها 87- أما الاستراتيجية الثانية فهي الروتين 87- والروتين يعني جدولا زمنيا ونظاما محددا 88- وأطفالنا من سن ثلاث سنوات خاصة من يذهبون لدور الحضانة 89- يعرفون تمام المعرفة الروتين ويتقبلونه 89- فالأطفال في الحضانة يعتادون على اتباع روتينا يوميا محددا 89- ويعتادون على تلقي الأوامر من مدرسات الحضانة والمربيات 89- فالبيئة في الحضانة تشدد على اتباع الروتين 89- فكل نشاط له وقته فلا يستطيع الطفل اخراج الأكل 89- إلا في موعد تناول الطعام وبتوجيهات من مدرسته 89- وهناك وقت محدد تأمرهم المدرسة بالجلوس على الأرض فوق السجادة 90- لسماع قصة مثلا 90- والطفل أيضا يعي أنه لا يستطيع أن يتكلم طالما مدرسته تتكلم وتشرح الدرس 90- وأطفالنا في بيئة المدرسة بروتينها لا يشعرون بالملل 91- لأن الروتين اليومي في مجمله يحتوي على أنشطة مسلية وممتعة 92- وبعدها يعودون لبيئة البيت دون روتين دون جداول دون التزامات أو مسؤوليات 93- فيتصرفون كما يحلو لهم 93- لذلك منذ أن كان ولداي طفلين صغيرين تعلمت أن أجدول أنشطتهما اليومية 94- ففي الصباح لهم روتين صباحي موضح برسوم ومعلق على الحائط إلى جوار الحمام 95- روتينهم الصباحي احتوى على رسم لطفل يغسل أسنانه 95- وطفل يصلي وطفل يتناول طعامه وطفل يرتدي زي المدرسة وحذائه 96- وباتباعهما للرسوم الإضاحية كان طفلايا يتذكران ما يجب عليهما فعله كل صباح قبل الذهاب للمدرسة 96- ونفس الوضع بالنسبة لروتين ما بعد المدرسة أو الروتين الليلي أو الروتين النوم 97- وأتذكر أنني واجهت مشكلة صغيرة مع ابني الأصغر الذي كان يترك حذائه في منتصف الغرفة 97- فعدلت الروتين وأضفت صورة حذاء حتى يتذكر وضع حذائه في مكانه المخصص 98- ولكي نؤصل الروتين ونشجع أطفالنا على اتباعه يجب أن يكون هناك حافز 98- ففي المدرسة تستخدم المعلمات ملسقات صغيرة استكارات على شكل نجمة أو وجه ضاحك مثلا 99- وهي غير مكلفة أبدا لتشجيع الأطفال عند إنجازهم لعمل ما على أتم وجه 99- وكانت معلمة ابني تستخدم ختم على شكل وجه ضاحك أخضر اللون 99- وختم آخر على شكل وجه عابس أحمر اللون 99- وكان ابني يحزن كثيرا إذا استخدمت المعلمة الختم الأحمر العابس في كراسه 99- إن هذه الأشياء الصغيرة تحدث فرقا كبيرا في نفسية أولادنا 99- فهم يرغبون دائما في تجميع ما يؤكد تميزهم 99- ومن المواقف الطريفة التي حدثت وطفلاي صغيراني 99- أنني لم أجد عندي ملسقات أو استكارات لأستخدمها كمكافأة لهما على اتباع الروتين اليومي 99- فتفتق ذهني على استخدام حبات اللوبيا وكوبين مختلفة اللون 99- وكلما أنجز ولد منهما عمل ما وضعت له حبة لوبيا في كوبه 99- وكان ابنايا يذكراني بوضع حبات اللوبيا كلما أتم عمل ما 99- فحتى سن السادسة أو السابعة يمكننا استخدام جداول الروتين المصورة والحوافز البسيطة 99- ويعد وبعد هذا العمر يمكننا ربط الروتين والأعباء والمسئوليات بالمصروف اليومي أو الأسبوعي 99- فالطفل طوال الأسبوع يؤدي المهام الموكلة إليه 99- ويحسن التصرف حتى ينال مصروفه الأسبوعي في نهاية الأسبوع 99- أو ربما نربط الخروج في نزهة أو تناول وجبة من وجبات مكدونالدز باتباع الروتين اليومي كل يوم 99- وعمل الواجب المدرسي وترتيب غرفته يوميا 99- وربط الأعباء والمسئوليات بالمصروف يعلم أطفالنا قيمة العمل وقيمة الالتزام 99- وفي بداية فرض الروتين والنظام علينا ألا نركز على جودة الأعمال التي يقوم بها أطفالنا 99- فمثلا إذا كان على الطفل ترتيب سريره في بادئ الأمر نعطيه المكافأة على إنجاز العمل أي ترتيب السرير 99- بغض النظر عن الملاءة المتدلية أو البطانية غير المستوية 99- وبعد أن ينجز الطفل المهمة لأيام عديدة يمكننا أن نعطيه بعض الملاحظات التي ستمكنه من تحسين أدائه 99- وكنت حريصة على ألا أقوم بتعديل عمل قام ابني بأدائه 99- لأن ذلك قد يزعزع ثقته بقدراته 99- ويجب أن ندرك أن الطفل مهارات وقدرات محدودة 99- لكن بالتوجيه والإرشاد تزداد مهاراته وتقوى قدرته على الإنجاز 99- والتوجيه معناه أن نستخدم الكلمات المناسبة 99- وأن نريه كيف يقوم بما نريده القيام به 99- وإلى جانب الروتين والحافز يجب أن نصمم بيئتهم الخارجية 99- حيث تسهل لهم أداء مهامهم 99- أذكر أنني في فترة عانيت مع ابني حتى يضع ملابسه في سلة الغسيل في الحمام 99- فراودتني فكرة وهي أن أضع سلة صغيرة في غرفتهما 99- وفعلا من يومها كان من السهل على ولدايا أن يضع الملابس المتسخة في السلة في غرفتهما 99- بدلا من تركها ملقاة على الأرض 99- وبعدها أصبح من السهل علي أخذ هذه الملابس فيما بعد إلى السلة الكبيرة في الحمام 99- كذلك كنت لا أربكهما بمواضع متعددة للشيء الواحد 99- فالألعاب كلها لها مكان واحد لتجمع فيه 99- وكذلك جميع كتبهما وقصصهما لها مكان واحد 99- وهناك رفوف مخصصة لملابس كل منهما 99- يستجيب الطفل لمحفزات مختلفة 99- بصرية وسمعية وحركية 99- ولذلك يجب علينا أن نستغل كل هذه المحفزات 100- وأن نحيطه بما يذكره بما يجب عليه فعله 100- لذلك فإن الجداول المليئة بالرسوم التي تدل على الأمور أو الأنشطة التي نريدهم فعلها 100- فكرة بسيطة وسهلة التنفيذ 100- ولكن لها تأثير قوي على انضباط الطفل وامتثاله لما نريده أن يفعله 101- وهنا أود أن أذكركم ثانية 101- أن الطفل الذي يفتقر لمهارات التواصل اللفظية 101- ربما سيجد صعوبة في التعبير عن مشاعره 101- وعلينا أثناء تنفيذ النظام الذي اقترحته 101- ألا نلجأ لأي أذى جسدي أو عقاب بدني 102- وأن نركز على المكافأة بدلا من العقاب 102- ومع مرور الوقت سيتطور أطفالنا 103- وسيكتسبون المزيد من الذكاء الاجتماعي 104- والقدرة على التعبير عن أفكارهم 105- وسيكونون أكثر تعاونا معنا في تنفيذ الروتين 10- البيت بأمرستان 10- ربما نعتقد أن تربية طفل واحد أسهل من تربية عدة أطفال في وقت واحد 11- ولكنني أعتقد أن لكل حالة تحدياتها 12- سألت جدتي يوما كيف استطاعت تربية سبعة أبناء 11- فأجابتني قائلة إنها كانت تهتم باحتياجات الطفل الأساسية 12- وتتولى الأخوات الكبيرات الباقي 12- إجابة جدتي لم تكن مرضية لي بتاتا 13- بل فتحت جروحا قديمة في نفسي 13- وأشعرتني بالحسرة على جزء ضاع من طفولتي 14- وتذكرت وأنا في الحادية عشرة من عمري 14- أقف على حوض الحمام 15- أغسل حفاظات أخي الرضيع المحملة بالبراز 15- الذي يشبه المستردة في اللون والقوام 16- يمكن علشان كده ما بحبش المستردة 16- وأنا أبكي من العلق السخنة 17- من العلق السخنة 17- التي تلقيتها من والدتي 18- لأنني نسيت غسل الحفاظات 18- وضيعت الوقت في إراءة كتاب 19- لكنني فهمت أن هذا هو ما تربت عليه والدتي 20- وأنه كان يتحتم عليها 20- لعب دور الأم لأخواتها الصغار 21- لم أؤمن يوما أن بعض من أطفالنا أو بناتنا 21- يجب عليهم تحمل مسئولية أخوتهم الأصغر 22- ولم أؤمن يوما بأي مبرر يتيح للوالدين 22- حرمان أبنائهم أو بناتهم من الاستمتاع بطفولتهم 23- وتحمل مسئولية تفوق سنوات عمرهم 23- وإن لم تكن الأم قادرة على تربية أبنائها 24- فهي لا تستحق الأمومة 24- لقد نبهتني إجابة جدتي إلى الفكرة الزائفة 25- أن أمهات زمان أفضل من أمهات اليوم 25- فكم كنا نمتدح قدرات جداتنا الخارقة 26- التي ربينا سبعة أو ثمانية أو حتى عشر من الأبناء بمفردهن 26- وتأكدت من زيفي هذا الإدعاء 27- حينما كتب ابن عم زوجي الصحفي المرموق على حسابه في الفيسبوك 28- يتذكر أمه الثانية 29- واستطرد يشرح كيف أن أخته الكبرى قد تولت تربيته 29- في الوقت الذي انشغلت فيه أمه 30- التي كانت على مشارف الشيخوخة بأبنائها وبناتها العشرة 30- ومسئولياتها التي لا تنتهي 30- وأظن أن جداتنا قد اضطررنا لتحميل بناتهن الكبيرات 31- مسئوليات عظام 32- لأنه لم يكن متاح لهم وسائل منع الحمل 33- ولم ينتشر حينها مفهوم تنظيم الأسرة 33- كذلك لم يكن على الأم عبء متابعة الأبناء دراسيا 34- حيث حكى لي صديق مقرب يكبرني أنا وزوجي بعشرات الأعوام 35- عن أن دور الأم في العصور السابقة لم يشمل المذاكرة 36- أو توصيل الأبناء لدرس السباحة 36- أو عمل الأنشطة الدراسية 37- أو شراء أزياء تنكرية لحفلة المدرسة 37- لذلك أرى أنه ليس من العدل مقارنة أمهات اليوم بأمهات الأمس 38- والتنكيل بهن لعدم قدرتهن على الإبقاء على المنزل هادئا 39- فبيوتنا في العصور السابقة لم تكن هادئة أيضا 40- الغيرة بين الأشقاء 39- في كل مرة أقرأ سورة يوسف من القرآن الكريم أجد تركيزي منصبا على جزئية معينة أو شخصية معينة من الشخصيات في القصة 40- فأحيانا أفكر في سيدنا يوسف عليه السلام في وضعه أو أفكاره 40- وأحيانا أجدني أفكر في زليخة امرأة العزيز أو في العزيز أو في الأب سيدنا يعقوب 41- في رمضان عام 2018 كنت أستمع لتلاوة الشيخ عبد الباصد 42- الذي أحب تجويده للقرآن والذي يشعرني بالهدوء وبالراحة النفسية 42- في تلك المرة وجدت أن كل تركيزي قد كان في موقف إخوة سيدنا يوسف 43- وبصراحة أحسست بالاندهاش الشديد ينهر بيض هم دول ولاد نبي سيدنا يعقوب هم دول صفوة بني إسرائيل 44- وتساءلت كيف يمكن لهم أن يشعروا بالغيرة تجاه أخيهم 45- بل ويحيكون مؤامرة دنيئة للتخلص منه ويجذبون ويخادعون أباهم 45- وبعد انكشاف مؤامرتهم يتهمونه بالضلال لحزنه على ابنه 46- ويستهزئون من يقينه من عودة يوسف بأنه يشم رائحته 47- ساعتها شعرت أن عقلي لم يفهم القصة 48- وشعرت بمشاعر متضاربة 49- وكان أقواها هو إحساسي بالغضب الشديد 49- وتخيلت أمامي أحد عشر رجلا عليهم مسحة من الوسامة والنور الرباني 49- لأنني أعرف من قراءاتي أنهم كانوا يتمتعون بالوسامة 50- حتى أن أبيهم سيدنا يعقوب خاف عليهم من الحسد 51- فأمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحد 52- تخيلتهم رجالا أقوياء وعليهم سمات الصلاح 53- لكنني أيضا شعرت أن صورتهم في مخيلتي لم توافق المظهر الوارد عنهم 52- عدت ثانية لسماع السورة والتأمل فيها 53- بل أخذت ألوم نفسي على هذا التفكير 54- تساءلت ثانية كيف أن أولاد نبي الأصباط بشر من سلسال عظيم 55- فكروا ودبروا وخططوا بل ونفذوا أيضا مثل هذا الجرمي 56- وجاءتني الإجابة في نفس السورة 57- عند وقوفهم مدافعين عن أنفسهم 57- قالوا إن النفس لأمارة بالسوء 58- وهذه الإجابة جعلتني أفكر في أنه مهما كان صلاحنا 59- ومهما كانت أخلاقنا عالية 59- ومهما كنا نحاول أن نكون صالحين 60- يمكن أن تكون أنفسنا سببا في هلاكنا 61- فكرت أنه إذا أمرتنا النفس بالسوء وأطعناها 62- فهو حكم بالهلاك 62- حتى أن أولاد الأنبياء تأمرهم أنفسهم بالسوء 63- فيجذبون ويحقدون ويكرهون 64- حتى وصل بهم التآمر إلى إزهاق نفس وقتل أخيهم 64- وأخذت أفكر كيف لإنسان كبر في بيئة صالحة 64- وتلقى العلم وكان أبوه نبيا 65- أن يشعر بالغيرة والحقد والحسد 65- وينخرج في التفكير في وتنفيذ مؤامرة دنيئة ضد أخيه 65- ولازلت أتساءل حتى وجدتني أسأل 66- لماذا شعر إخوة يوسف بالغيرة جاهه؟ 66- غيرة تدفعهم للتخلص منه 67- وهذا السؤال أدخلني في موضوع أكبر 67- وهو الغيرة بين الأشقاء 67- أعتقد أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الأب والأم 67- وهذا ما أكدته لي قصة السيدة العربية 68- التي سئلت أي الأبناء أحب إلى قلبها 69- فلم تجيب السيدة بتسمية أحد أبنائها 69- وإنما عبرت عن مواقف معينة 69- الصغير حتى يكبر 70- والمريض حتى يشفى 71- والغائب حتى يعود 72- وخلافه 71- أي أن قلبها متعلق أو يحب أكثر ابن أو بنت 71- في حاجة إليها في لحظة معينة 72- وهذه الحالة تحدث بالتبادل بين الأطفال 73- اليوم ابني الأكبر يحتاج لي أكثر من أخيه 74- وفي اليوم التالي يحتاج لي أخوه أكثر منه 74- فإذا منحنا اهتمامنا وعطفنا لأكثر الأبناء حاجة إلينا بالتبادل 75- سينال كل واحد منهم نصيبه الحق 75- مقارنة الأبناء 76- كذلك أرى أننا كأمهات وآباء نقع في الخطأ الشائع بالمقارنة بين أبنائنا 76- بل أحيانا نشعل نار المنافسة غير الحميدة والغيرة بينهم 77- فكم من مرات وجدنا أنفسنا نقول لأحد أبنائنا 77- شفت أخوك شاطر إزاي ودرجات أحسن منك 77- أو شفت أختك بتعمل إيه وإنتي مش عارفة تعملي زيح 78- أو شفت أختك الشطورة مش أنت الخيبان 79- وهناك مواقف عديدة لمت نفسي لوما شديدا لأنني كنت أعقد مثل هذه المقارنات بين ولدي 79- كل ابن أو بنت من أبنائنا له شخصية مختلفة واحتياجات متفاوتة 79- وهذه الإختلافات تتطلب تعاملا مختلفا من جانبنا 80- ولكن هذا التعامل المختلف يجب أن لا يوصل إليهم إحساسا مقيتا أن أخيهم أو أختهم مفضلان ومقربان إلى قلوبنا أكثر منهما 80- فلربما فشل سيدنا يعقوب في إفهام أبنائه الكبار لماذا قرب أخيهم يوسف منه 81- فيوسف وإخواته لم يكونوا من أم واحدة 81- فربما زكى هذا إحساس الغيرة لديهم 82- وحتى إن كان جميع الإخوة من نفس الأم والأب 82- ربما تدخلت عوامل أخرى 82- أهمها الرسائل التي نرسلها لأبنائنا عبر تصرفاتنا وكلامنا 83- والتي قد تشعرهم بالأفضلية أو الإيثار لأخ أو أخت غيرهم 84- وأرى أننا يجب علينا كأمهات وآباء أن نتعامل مع أبنائنا كأنهم نظام دعم لبعضهم البعض 84- وأن نؤكد لهم أنهم سواسية في الحب والعطف 85- لكن الرعاية قد تختلف بينهم حسب احتياجات كل منهم 85- وعلينا أن نتنبه لطريقة رعايتنا لكل منهم 86- وما هي لهجة الخطاب التي نتبعها مع كل منهم 87- وكيف نتحدث عنهم أمام الغرباء 87- ومن الأمور التي عهدتها في العديد من الأمهات 87- هي الشكوى المستمرة من أحد الأبناء 88- والمدحي في ابن آخر 89- دون الأخذ في الاعتبار ما قد تسببه هذه الشكوى من جروح في نفس أحد الآباء 89- وربما قد تدفع تصرفاتنا تجاه أحد الأبناء إخوته إلى التنمر عليه 89- أو مضايقته أو معايرته أو حتى معاداته 89- من أهم مسؤولياتنا هو خلق جو الألفة والحب والتفاهم بين أبنائنا 90- ويأتي تقسيم الموارد المتاحة بينهم وعدم عقد المقارنات بينهم 91- وتفقد كلامنا وتصرفاتنا تجاههم على رأس قائمة الأولويات التي تمكننا من القضاء على الغيرة بين أبنائنا 91- وكثيرا ما كنت أدفع نفسي إلى الاستفادة في توضيح ما يحتاج لابن الأصغر مثلا من رعاية 92- بحكم صغر سنه مقارنة بأخيه الأكبر 93- وكنت أشرح لهم الفرق بين المساواة والعدل بمثال بسيط كالتالي 93- إن أعطيت كل ابن من أبنائي خمس جنيهات كمصروف يومي 94- وجاءني أحدهما يطلب خمس جنيهات زيادة لشراء مستزمات للمدرسة 95- ربما يظن الآخر أن هذا ليس عدلا 96- لكن الخمس جنيهات الأولى كانت من المساواة حيث أعطيتهما مصروفهما بالتساوي 96- بينما الخمسة جنيهات الأخرى تأتي من قبيل العدل 96- حيث ينال كل منهما ما يحتاج إليه في تلك اللحظة 97- ولربما يأتي الأخ الآخر بعدها يطلب عشرة جنيهات زيادة عن مصروفه لشراء احتياجات المدرسة 97- وليصل إلينا مفهوم المساواة والعدالة أكثر 98- لنتخيل ثلاثة أطفال في أطوال مختلفة 99- يقفون وراء سور لمتابعة إحدى المباريات 99- إن أعطينا كل واحد منهم صندوقا خشبيا ليقف عليه 99- ربما استطاع الطفل الأطول متابعة المباراة بيسر 99- بينما لم يستطع الطفلان الآخران متابعتهما 99- لأنهما لا زال أقصر طولا من ارتفاع السور 99- لكن إن لم نعطي الطويل منهم أي صناديق لأنه لا يحتاج أيها 99- والثاني صندوقا واحدا لأنه أقصر من الأول لكنه أطول من الأخير 99- وأعطينا الثالث صندوقين لأنه الأقصر بين الثلاثة 99- لتمكن الأطفال الثلاثة من متابعة المباراة 99- فالعدل هو أن نعطي كل منهم حسب احتياجاته 100- وأن نكلف كل منهم بالمسؤوليات التي يطيقها حسب عمره 100- بينما المساواة هي أن لا نفرق بينهم في المعاملة 100- فكلهم ينالون نفس البشاشة 100- ونفس الكلام اللطيف 100- والأهم من ذلك هو أن يشعر كل منهم أنه قريب لقلوبنا 100- وأنهم جميعا يتمتعون بنفس الحب والإعزاز 100- وهنا يجب أن أؤكد على ظاهرة متغلغلة في مجتمعاتنا 100- وهي التفريق في المعاملة حسب النوع 100- فنتساهل مع الأبناء الذكور عند ارتكابهم الأخطاء 100- بل وأحيانا المعاصي والذنوب 100- ونقيم لهم حسابا يسيرا بينما حساب الملكين للبنات 100- فالابن الكذاب يجب أن يعاقب مثلما تعاقب البنت الكذابة 100- والابن المستهتر المنخرط في علاقات محرمة 100- يجب أن لا نتغاضى عن أفعاله بدعوى أنه ولد 100- ولن يضيره معكسة بنت الجيران أو إقامة علاقة عاطفية مع زميلته 100- بينما نسي إلى الإبنة التي تقع في علاقة عاطفية 100- ففي المعاصي والجرائم الأخلاقية لا فرق بين ذكر وأنثى كما علمنا الإسلام 100- فالزاني والزانية في القرآن لهم نفس العقاب 100- والتفرقة حسب النوع قد تظهر كثيرا في تقسيم الأعباء المنزلية 100- أو الضغط على الأبناء في المذاكرة والتحصيل الدراسي 100- أو السماح لهم بالخروج ومقابلة الأصدقاء 100- حتى في السماح للمراهقين الذكور بالسهر خارج المنزل 100- وللأسف هذه التفرقة في التربية بين الأولاد الذكور والبنات 100- هي ما أنتجت الأسر العرجاء التي نراها اليوم 100- بأزواج لم يعتادوا تحمل المسئولية وزوجات محملات بالحقد 100- لأن الآباء والأمهات فضلوا إخوتهم الذكور عليهن في أمور معينة اشتركوا في القناة